بعد نحو ثمانية عشر شهرا فقط من تسلمه للمهام الملكية خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية أعلن قصر باكينهام ببيان تشخيص الملك تشارلز الثالث بمرض السرطان الخبر بحد ذاته أثار ددود فعل واسعة من البريطانيين ولكنه أيضا أجرج التساؤلات حول نوع السرطان الذي أصيب به الملك بعد تحفظ البيان على تلك المعلومة طبعا الملك البالغ من العمر خمسة وسبعين عاما كان يعالج من تضخم البروستات أو تضخم البروستاتا مؤخرا ولكن البيان أكد أن السرطان ليس سرطان بروستاتا وقال البيان إنه خلال خضوع الملك للعلاج مؤخرا من تضخم البروستاتا تشفى السرطان وقال القصر الملكي إن الملك بدأ في العلاج لهذا المرض الملك أبلغ ولديه شخصيا عن التشخيص الخاص بمرضه الأمير ويليام طبعا على تواصل منتظم مع والده إلا أنه كان قد ابتعد قليلا مؤخرا عن المهام الملكية للوقوف بجانب زوجته كايت التي خضعت لجراحة في بطنها أما الأمير هاري دوغ ساسكس الذي يعيش في الولايات المتحدة مع أسرته وزوجته ميغان ماركل بعد تخليه عن مهامه الملكية فتحدث مع والده وسيأتي إلى المملكة المتحدة لرؤيته رغم المعلومات الشحيحة حتى الآن حول نوع السرطان الذي أصيب به الملك تشارلز إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال مطمئنا البريطانيين أن الإصابة لدى الملك اكتشفت في مرحلة مبكرة عادة مشاهدين لا يكشف أفراد العائلة التي الحاكمة في بريطانيا عن حالتهم الصحية باعتبارها أمور خاصة لكن الملك تشارلز اختار الكشف لشعبه عن إصابة البروستات لديه بالتضخم من أجل نشر الوعي لدى الرجال بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية حول أهمية الفحصات وتبع البريطانيون حالة الملك الصحية حينها وخضوعه لعملية جراحية في مستشفى في لندن لكن في هذه الإصابة الجديدة للملك لم يتم الكشف عن نوعية السرطان أو مكان الإصابة به إلا أن القصر أكد أن الكشف عنها أتى مبكرا قصر باكنهم قال في بيان أنه سيتعين إعادة ترتيب أو تأجيل عدد من المشاركات العامة المقبلة للملك وأنه بينما يتعافى الملك ستواصل الملكة كاملة حضور المناسبات العامة طبعا هناك آلية دستورية في المملكة المتحدة يجري اتباعها في حال كان الملك غير قادرا على أداء مهامه الرسمية لفترة مؤقتة وفي هذه الآلية يمكن تعيين أفراد يعدون مستشاري دولة للإنابة عن الملك يعين اثنين أو أكثر من بين هذه الأسماء ومنها زوجته الملكة كاملة والأمير ويليام والأميرة آن والأمير أدوارد طبعا الأمير هاري ليس من تلك الأسماء لأنه انسحب من المناصب الملكية وكذلك أيضا الأمير أندرو شقيق الملك على مواقع التواصل الاجتماعي علق المتابعون على خبر إصابة الملك تشولز بالسرطان مثلا هنا تغريدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول فيها يتطلب تشخيص السرطان وعلاجه والنجاة منه الأمل والشجاعة المطلقة أنا وجل ننضم إلى شعب المملكة المتحدة في الصلاة من أجل أن ينعم جلالته بالشفاء العاجل والكامل رئيس وزراء سكوتلندا حمزة يوسف أيضا قال قلبي وصلواتي مع جلالة الملك أتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الحياة العامة قلبي أيضا مع صاحبة الجلالة الملكة وآضاء العائلة المالكة الآخرين فيما أعلم أنه سيكون وقتا مثيرا للقلق بالنسبة لهم جميعا رئيس وزراء الأسترالي أيضا علق قائلا يعرف الأستراليون أن صاحب الجلالة أمليك تشارلز كان يتواصل معنا دائما في أصعب اللحظات التي تمر بها بلادنا ويظهر اللطفة والرعاية لأولئك الذين يواجهون الظروف الصعبة كلنا نفكر به وبعائلته في هذا الوقت العصيب للغاية ونتمنى له الشفاء العاجل نارندرا مودي رئيس وزراء الهند أيضا كتب على منصة X أضم صوتي إلى صوتي الشعب الهند في تمنياتي بالشفاء العاجل والصحة الجيدة لجلالة الملك تشارلز الثالث طبعا الملك تشارلز الثالث في أثناء علاجه من السرطان سيستمر في أداء دوره الدستوري كملك فهناك مهام ملكية كثيرة لا يمكن الاستغناء عنها منها أولا حضور اللقاء الأسبوعي مع رئيس الوزراء وهذا تقليد دستوري يعود لعقود طويلة مضت الملك مثلا يلتقي ريشي سوناك كل يوم أربعاء في قصر باكنهام وهذه اللقاءات تكون خاصة تماما ولا يتم الاحتفاظ بسجلات رسمية لما يقال فيها وهذه الاجتماعات لن تلغى هناك أيضا مهمة تقليدية جدا لن يتوقف الملك عن القيام بها وهي تلقي رسائله ومراسلاته في صندوقه الأحمر هذا الصندوق الجلدي توجد به ملخصات ما قبل الاجتماعات المهمة أو المستندات التي تحتاج إلى توقيعه وهذا بحد ذاته مسؤولية كبيرة فهذا الصندوق الأحمر كانت الملكة إليزابيث حريصة على مراجعته وهو نفس الصندوق الذي انتقل للملكة إليزابيث بعد أن ورثته عن والدها الملك جورج شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها شكرا جزيلا